اشتركوا في القناة والمركز الاول في جائزة الاتحال للطيران الكبرى للفورمولا 1 ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 حيث اعرب جلالته فيها عن شكره وتغديره لتهنئة سموة بتحقيق هذا الانجاز العالمي الكبير الذي يضاف الى سلسلة انجازات مملكة البحرين الرياضية العالمية المشرفة ولسيما في سباقات الفورمولا 1 واشاد جلالة الملك المعظم بدعم صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الدائمة الذي اثمر عن تحقيق هذا الانجاز الرفيع والعديد من الانجازات في الميالين الرياضية منوها نحفظه الله بالجهد التي بذلت من قبل فريق ماكلارين ومواصلة تحقيق مثل هذه النجاحات المتميزة التي ترسخ مكانة المملكة وريادتها على خارطة الرياضة العالمية متمنيا له كل التوفيق وحصد المزيد من الالقاب لرفع اسم المملكة ورايتها عالية في البطولات والسباقات القادمة وقال جلالته في البرقية ويسعدنا في هذه المناسبة نشيد بالانتصارات التي تحققت للمملكة في الاونة الاخيرة في مختلف الالعاب والرياضات ومن ابرزها فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بلقب بطولة العالم القدرة والتي وقيمت في مبازير بالجمهورية الفرنسية وفوز المنتخبات الوطنية بالعديد من البطولات والميدليات في رياضة رفع الاثقال والسباحة والمبارزة وفنون القتال المختلطة والريشة الطائرة والسكواش وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في فرنسا وغيرها من البطولات على المستويات العربية والإقليمية والعالمية وكد جلالته رعاه الله أن ما تحقق الوطن العزيز من نجاحات وإنجازات مبهرة في كل المهدين وخاصة رياضية منها يؤكد بأن لدى مملكة البحرين من الخبرة والإمكانيات والاستعداد والشباب المخلص ما يؤهلها على الدوام بأن تكون في مقدمة ركب الإنجاز والتفوق